موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن أبعاد المعركة العسكرية في الحديدة وتداعياتها على المشهدين السياسي والإنساني حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصاعد القتال حول مدينة الحديدة سيؤثر على حياة مليوني يمني إلى ذلك قال المجلس النرويجي للاجئين إن المؤسسات الإنسانية اضطرت إلى وقف جميع عملياتها تقريبا في الحديدة أوضح أن هذه المؤسسات باتت غير قادرة على الوصول إلى المناطق الواقعة جنوب المدينة وحث المكتب الأطراف على حماية الميناء والطرق المؤدية إليه وتسهيل وصول الغذاء والدواء إلى المحتاجين وفتح ممرات آمنة للمدنيين في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين هل تتمكن الضغوط الأممية والدولية من تجنيب المدنيين ويلات حرب الحديدة وما مدى تأثير التخوفات الإنسانية على مسار معركة تحرير المحافظة نتابع التقرير التالي مشاهدين ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا لكل معركة مبرراتها السياسية كما يقال ولكل معركة أيضا تداعياتها على الصعيد الإنساني وهذا ما حدث ويحدث في محافظة الحديدة بعد إطلاق العمليات العسكرية لتحرير المحافظة واحتمال تعرض أكثر من مليوني يمني للخطر أهمية قصوى تشكلها معركة الحديدة على المستوى السياسي وما يرتبط بها أيضا من ضغوط دولية لكن على الرغم من ذلك تظل تخوفات المنظمات الإنسانية الدولية من تدهور وضع المدنيين حاضرة في المشهد على الصعيد العسكري تمثل سيطرة القوات الحكومية عن الحديدة مكاسب عديدة فبالإضافة إلى أنها ستلحق بالحوثيين خسائر اقتصادية وعسكرية فهي في ذات الوقت ستؤثر على قبضتهم بالمناطق الشمالية وهو ما يفسره بيان الحكومة الذي أكد أن تحرير ميناء الحديدة سيشكل علامة فارقة في مشروع استعادة الدولة أما على الصعيد الإنساني تقول منظمات دولية إن القتال يمكن أن يؤدي لكارثة إنسانية تهدد الإمدادات في غالبية المناطق الشمالية كما أن الحديدة كمدينة تحوي منشآت ومصانع تجارية وحيوية ستتأثر بفعل الحرب وبالتالي فإن الآثار التي قد يتركها قتال الشوارع لا تزال مجهولة العواقب في سياق التحركات الدولية للتحذير من تداعيات المعركة دعت 15 منظمة غير حكومية في فرنسا الرئيس الفرنسي إلى الضغط على التحالف لتجنب الهجوم على الحديدة من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد الكتال في مدينة الحديدة وقالت أنه سيؤثر على حياة المدنيين وقال رئيس المنظمة إنه يشعر بقلق عميق من تصاعد الكتال حيال التأثير الذي سيتركه على حياة السكان القاطنين في المدينة وضواحيها مشدد ترحبكم مشاهدين الكرام كما أرحب بمن ينضم إلينا الأمين الحديدة المتحدث باسم الوية العمالق العميد ناصر الرضامي أهلا بك سيادة العميد أهلا بك سيادة العميد بداية انضعنا في جديد تفاصيل معارك الحديدة بشكل عام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بطوفيق رقم الله وبحمده تم مطار الحديدة ومطار الحديدة كما هو معروف هناك مطار مدني وهناك مطار عسكري مطار مدني دولي واسع ومطار عسكري لأضافة إلى القرية البحرية تم اقتحامها أمس من قبل أحد كتاب الوية العمالق من جانب القربي ووضعوا العدو وكانوا خلف خطوط العدو ومن أضافة إلى مناورة من اتهاه إلى البينوب وتبنى التحاملنا المطار وصلنا إلى المطار وما يعيقنا إلى فضلات الأنقام وما شبهنا نعم طيب إذا ما تحدثنا بشكل عام عن المشهد العسكري هل هناك تقدمات واسعة ما طبيعة التحرير الذي حدث إلى الآن ما طبيعة المعارك التي تدور حاليا هناك استراتيجة أكترية وهو الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو ميناء الخبيبة عبر مهمة مباشرة على وهو المطار والكلية الحربية وقيادة القوات البحرية ثم تطوير الهجوم بعد ذلك على بعد خمسة كيلو اللي هو الويناء الرئيسي بالأضافة إلى كيلو ستة عشر بعد تنفيذ المهمة المباشرة وعادة وحدات الملع من تخيرها وقود وباشرة ذلك وجرحة ومشي باشرة ذلك يتم تطوير الهجوم إذا ما نجحت المساعل الدولية في انسحاب الحوثية من ميناء والمدينة السكنية سيتم تطوير الهجوم بكيلو ستة عشر طيب ما هي طبيعة العواقع التي تؤخر تحرير المطار بشكل كامل هل هناك مقاومة من يعني أقصد ما طبيعة المقاومة التي يقوم بها الحوثيون في محاولة صد القوات الحكومية بالتقدم باتجاه تحرير المطار بشكل عام هناك مليشيات مليشيات غير منظمة ونحن نحرص على هذه المليشيات أكثر مما يحرصون على أنفسهم لا نريد أنفسهم ولا نريد أنهاءهم وإنما نعمل على أساس تجنب أنهاءهم على طبيعة العرب ونعمل تكيك آخر وهو التفاف حتى لا تكون خسار بينهم كثير بالأوضافة إلا أنها تعيقنا للجانب المدني نحن الآن عندنا الثلاثية اللي هو عجل المدينة يعني السكنية عن المطار وكيلو 16 حتى توجد بعد ذلك إذا ما تنقحت مسائل كلا أو ما انسحبون لأنهم يريدون أن يسحبون إلى حرب شوارع فيها حرب شوارع كما هو معلوم ضحايا بشرية ضحايا مدنيين سكن وسكن لكن هذا بعدهم أن يسحبون إلى ما يريدون إليه نحن عندنا خطة سراتيجية اللي هو سيطرة على المينة وكيلو 16 وسيطرنا على المطار وطلية البحرية وقياة القوات البحرية إلى أي مدى هناك دعم من قبل القوات المشاركة معكم في هذه المعارك كذلك الدعم من قبل قوات التحالف نعم دعم هناك دعم لنا قبل قوات الموطنية وقبل قوات التحالف كل مننا لهم همهة معينة وهدف معينة يعني بتنظيم التعاون فيما بيننا يتم العمل عبر غرفة عمليات مشتركة أشكرك سيدة العميد ناصر الرضامي المتحدث باسم ملوية العمالقة كنت معنا بالهاتف من الحديدة لتطلعنا على آخر المسجدات الميدانية هناك إذا مشاهدين الكرام ينضم إلينا الآن من فيينا توفيق الحميدي مسؤول رصد في منظمة سام للحقوق والحريات أهلا بك أرسال توفيق أهلا وسهلا بكم جميع مشاهدي قناتكم الكريمة حياكم الله إذن نستو فيق بالتوازن مع المعركة العسكرية هناك حديث كبير حول المعاناة الإنسانية المتوقع والأثار المترتبة على تلك المعارك من خلال ملاحظتك ومن خلال ما تم رصده إلى الآن كيف يعيش المواطنون في مناطق التماس هذه اللحظات بداية أحب أن أستغل من بركم الكريمة وهني الشعب اليمني بمناسبة أيضا للفتر المبارك وكل عام وهم بخير بإذن الله يكون اليمن آمنا مستقرا بإذن الله سبحانه وتعالى حقيقة لم تشهد معركة في اليمن هذا القدل والحراك السياسي والإعلامي سواء على المستوى الداخل أو على المستوى الخارقي كما شهدته معركة تحرير أو استعادة مدينة الحديدة وميناءها الحيوي هذا الحراك والخطاب الإعلامي المتصاعد سواء على المستوى الداخل والخارج وهو نشاء تحت الآفتة أو ظهر تحت الآفتة الجانب الإنساني الذي قد يتعرض له المواطنون في مدينة الحديدة كون ميناء الحديدة تعتبر ثالث مدينة يمنية من حيث العدد السكاني إضافة إلى أن اليمن شهدت خلال عام 2017 كارثة إنسانية كارثة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الصحي وكانت ميناء الحديدة هي الشرايان الرئيسي ربما الوحيد لتلقي المساعدات الإنسانية سواء من المنظمات الأممية أو المنظمات الإغاثية لتوزيعها على السكان المدنيين الخوف الشديد كان هو بالدرجة الأساسية حول إغلاق هذه الميناء وبالتالي زيادة أو تفاقم المعاناة الإنسانية ليس لسكان الحديدة فقط وإنما لليمنيين بشكل كامل سكان مدينة الحديدة وكما هو معروف سواء الحديدة كمدينة أو الحديدة كمحافظة هي تعيش حالة إنسانية بئيسة حقيقة حتى في ظل وجود ميناء الحديدة هناك نقص حد في الأغذية هناك أيضا واضح نقص حد في المساعدة الإنسانية لا توجد أيضا أن نستطيع أن نقول مخيمات ليواء النازحين يعني أن تشير السيد التوفيق إلى أن الحديدة وإن كانت تملك هذا الميناء الاستراتيجي لكنها لا تستفيد منه على الصعيد الإنساني وهناك معاناة ما قبل هذه المعركة أساسا نعم 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 هذا واضح الأمر الثاني الذي كان المخاوف تزداد لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لأن قوات التحالف العربي التي دخلت هذه المعركة مع القوات الشرعية اليمنية ليس لديها أي خطة إنسانية واضحة لأن التقارير المرصودة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الحقوقي من مدينة المخا إلى مدينة الحديدة لاحظت أن هناك نزوح سكائي كبير دون أن توجد مراكز إيواء حقيقية دون أن توجد مساعدة أيضا لهؤلاء السكان كثير من سكان هذه المناطق نزحوا من محافظة الحديدة نحو تعيز نحو صنعان نحو لحك البعض منهم وصل إلى مدينة المهرة على محافظة المهرة على حدود سلطرة عمان وحالةها الإنسانية كبيرة وبالتالي هذه المخاوف هي مخاوف جدية لا يمكن اليوم إغفالها وبالتالي على التحالف اليوم بالدرجة الأساسية أن يتحمل مسؤولية إدارة المعركة الإنسانية التي لا تقل براوة عن إدارة المعركة السياسية والمعركة العسكرية وأنا دائما أقول أن تحرير ميناء الحديدة هو كان قرار سياسي دولي قبل ما يكون قرار إنساني وبالتالي أنا أعتقد أن العالم أعطى الضوء الأخضر لقوات التحالف الحكومة الشرعية بحسب معركة الحديدة لكنه اشترط عليهم أمرين سنين الأمر الأول هو عدم تفاقم الوضع الإنساني والأمر الثاني أن تحسب المعركة في وقت قياسي اليوم ميليشية الحوتي ربما تدرك هذا الأمر وبالتالي تعمل هي على المناورة وتعمل قدر الإمكان على قر القوات الحكومية إلى حرب شوارع وبالتالي إذا طالت معركة الحديدة وزادت المساعدة زادت المعانا الإنسانية أنا أعتقد أن المجتمع الدولي سيدخل بقوة نحو إيقاف هذه المعركة وبالتالي هذه المعركة اليوم هي معركة فرص سواء الحكومة الشرعية والحوتيين يعتبرها أيضا تدخل مجتمع الدولي وإيقافها سيكون لصارهم في هذا الأمر ولذلك نحن ما يهمنا إلى حد لهم هو القانب الإنساني اليوم هناك سكان محاصرين هو أمر واضح هناك قضايا بتطال المواطنين هناك قناصين منتشرين في كل مكان هناك نزوح بدأ للسكان المديني لكنه غير واضح حالتوقد هناك ممرات آمنة لا توجد أي خطة أو نستطيع أن نقول خطة إنسانية أعلنها التحالف أو أعلنتها جماعة الحوتي أو أعلنتها المنظمات الدولية في الحديدة وهذا الذي يثير كثير من القلق عن وضع السكان لأن الكثير لا يعلم ما هو وضع السكان على المستوى الإنسان وعلى المستوى الصحي وبالتالي ميناء الحديدة اليوم قدر لها إما أن تكون مرفأ للسلام في اليمن أو مرفأ للحرب المعركة اليوم حاسمة لكن الأمر الذي ينتظره الناس هو الوضع السكان واعتقد على التحالف العربي أن يبادر قدر الإمكان لإثبات ما نستطيع أن نقول جديته في فتح ملاقه وإنشاء مخيمات لأنه كما ألم تكن هناك مثل ما إعلان على أن التحالف سيقوم بوضع خطة موازية تطميناً للمخاوف الغربية الكبيرة حول الوضع الإنساني في الحديدة وآثار المترتبة عليه من هذه المعارك نعم أعلن التحالف ذلك نعتقد أن هذه الإعلان يجب أن يتحول إلى واقع عملي اليوم التحالف العربي هو المسيطر المسيطر على الأرض الممتدة من المخا إلى الحديدة لديه ميناء عدال لديه ميناء المخا لديه ميناء في حضر موت وبالتالي يستطيع اليوم أن يعلن عن إنشاء معسكرات لاستقبال النازحين ويعلن للعالم لزيارة مثل هذه المعسكرات وتوفير الخدمات له هنا سنستطيع نقول أن التحالف الآن بدأ يدير المعركة الإنسانية على أكمل وقت لكن اليوم التحالف العربي أعلن بتحريك جسر قوي لكن ملامح هذه الخطة إلى أين ستصل الأمر ما زال فيه غير وضوح وبالتالي قبل أن تعلن الخطة واضحة قبل أن تكون هناك شراكة مع منظمات إنسانية دولية إلى غير ذلك لإيصال مساعدة للحديدة عبر الطرق والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لإنقاذ ميناء الحديدة وسكان الحديدة بشكل كامل طيب عند الحديث عن معركة الحديدة يكون هناك تصديد ضوعة الجهود الدولية المتعلقة فيها كان هناك حديث على أن المبعوث الأممي متواجد الآن في صنعاء لمحاولة وقف هذه المعارك وإيجاد نوع من الحل السياسي بعيدا عن المعارك العسكرية إلى أي مدى يمكن التعويل من خلال المنظمة يعني إلى أي مدى تعول المنظمات الإنسانية على دور المبعوث الأممي في وقف مثل هكذا معركة محتملة وتسليم المدنيين وتجنيبهم الكثير من الآثار التي تترتب عليها طبعا هو قرار معركة الحديدة أو قرار استعادة ميناء الحديدة هو كان قرار سياسي الحوتيين كانوا ينمسكون بميناء الحديدة لأن ميناء الحديدة أولا بالإضافة إلى أنه شريان مالي بالنسبة لهذه الجماعة ومنفذ مهم يطلون فيه على العالم هذا الميناء كان يجعل جماعة الحوتي ضمن النساء النساء الدولي بمعنى أن ميناء الحديدة تشرف على أهم من المرات المائية وبالتالي بقاء سيطرت جماعة الحوتي على ميناء الحديدة يجعلهم دائما في الواقهة على المستوى الدولي عندما مناقشة الحرب اليمنية دائما المجتمع الدولي والدول ذات المصالح التجارية والاقتصادية سواء في شرق آسيا أو في أوروبا تتحدث عن الحوتي كأمر واقع يسيطر أو قريب من ميناء أو عبر هذه الممرات الدولية اليوم الحوتييون إذا فقدوا هذه الميناء سينعزلون على المستوى الخارقي بشكل كان سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وبالتالي اليوم القرارات التي تدار حول الحل هو يتعلق بالمصلحة وبالحل السياسي بالدرجة الأولى اليوم الملفات الإنسانية نكون واضحين بكل جد هو ملفات متأخرة ليست ملفات تحقق ليست لها أولوية أساسية في هذه المعركة وبالتالي أنا أعتقد هذه القهود سيحاولون تعتمد على جماعة الحوتي إذا كانت جدية بمحاولة الحفاظ على بقائها في هذا الموقع من عدمه وبالتالي ماذا سيقدم المجتمع الدولي لهذه الجماعة من أجل أن تبقى في هذه المعادلة هذا أمر لا يعلمه أحد ما هي مقدار الضغوط التي يمكن أن تمارس على جماعة الحوتي أيضا لأن المعركة الآن أصبحت معركة وجود أيضا هذا الأمر مجهول وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن جماعة الحوتي في وضع لا يحصد عليه وهي ستذهب باتجاه تسليم الحديدة إلى إدارة مستقلة أممية خيرا لها من أن تسلمها للتحالف ستحاول العودة إلى الحل الأول لكن هل التحالف العربي اليوم من مصدر القوة وإدارة المعركة الأرضية سيقبل بهذا الحل أم أنه سيفرض شروطه القديدة هذا أمر في هذا السياق وستتوفير في هذا السياق إذا ما تحدثنا عن سيناريوهات المعركة في الحديدة ونتحدث عن السيناريو الأمثل للوضع الإنساني ما هو المتوقع وما هو الأفضل للمدنيين هناك في الحديدة الأفضل للمدنيين أن تستقر مدينة الحديدة أنا كما قلت لك الآن التحالف أمان خيارات مرة إما أن يحسب المعركة بشورة سريعة وخاطفة وتعود الاستقرار لمدينة الحديدة والحوتيين يدركون ذلك فيعرقلون ذلك وإما تسليم الحديدة إلى إدارة مدنية بعيدة عن الحوتيين لتقنب خسائر فادحة وكبيرة في السكان وهذه الحلين الذين هم في صالح السكان المديني غير ذلك ستدخل المعركة أعتقد فصول جديدة من المواقهات الشديدة ستكون لها أثار كبيرة على المدنيين أشكرك وستتوفيق الحميدي مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا عبر الهاتف من فيينا للحديث حول الوضع الإنساني إذن مشاهدين الكرام ينضم إلينا أيضا الآن دكتور محمد جميح المحلل السياسي من بريطانيا أهلا بك دكتور دكتور إذن إذن يبدو أن اتصال سقط مع الدكتور محمد أش إذن بهذا إذن مشاهدين الكرام كان الحديث قبل قليل مع العميد ناصر الرضامي المتحدث باسم ألوية العمالقة تحدث حول آخر المستجدات الحالية في معارك الحديدة تحدث على اقتحم على أن القوات العمالقة اقتحمت مطار الحديدة بالأمس وتحدث على أن طبيعة المطار هناك مطار مدني ومطار عسكري وهناك مقر أيضا للقوات البحرية تحدث على أنه تم اقتحم المطار عبر إحدى كتاب ألوية العمالقة يتحدث على أن المناورة تتم من جهة الجنوب وأن هناك خطة استراتيجية بالنسبة لهذه القوات للوصول إلى ميناء الحديدة لإدارته ومن ثم تطويق ميليشيات الحوثي المتواجدة هناك والتي كما يبدو تبدي مقاومة عنيفة في سياق مواجهة القوات الحكومية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث في أمانيا